اشتركوا في القناة 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 اللي فيها اه منافع الدات وليش حاجة فيها اه كتعطي مناع الدات مثل التوم والبصل والى اخره باش ما ندخلوش موضوع وحد اخر ان شاء الله الاخوان كنتمنى على الفيديو يعجبكم ولي عجبكم من الاخوان ما تتبخلوش علينا بمشاركة مع الاصدقاء ديلكم وجيم جيم جيم مع الاخوان باش نحاولوا ديما نلبيوا طلبية ديلكم ان شاء الله وكنتمنى الفيديو يعجبكم بزاف وشكرا موسيقى الاخوان دينا كيف ما كتشوفوا معانا ديذا بيروكيا هو تحت عمل واحد الفوطة ولا واحد المنديل كيف ما كتلاحظون عانا نحاولو يعني نشبرو الجناح ديالو وهاد الجناح ما نحاولوش نجبدوه بزاف هاد جوج ريشة تليشتوال اخوان هادو ما كتقطعوش هادو كيبقاو لا يتم القص هاد الريشتين الريشة التالتة هي التي يتم القص ديالها والرابعة كذلك والخاميسة والسادسة اخوان لا يعني لا تخاف من ناحية القص الريش فهذا لا يؤثر ابدا على الطائر السادسة اخوان وهذه السابعة وهذه اخوان كنظن انها التامينة الى ما حسبش الى ما غلطش في الحساب كما كتلاحظو معانا القص اه كيكون تحت الطبقة التانية ديال الريش لي كيكون فقد الريش الكبير كيكون الطبقه التانية يعني ما نحاولوش نقطعو الطبقة الاولى والط ديال ديال الطبقة التانية مع بعض للان الجمالية ديال الريش غذه ت� distract غضي تبشي ما غضي تبقات. اه اти كيبنوا حالنا من وشة نتوفوه سعة اللي كنا كنقزبو هاد الدرشة الي شط القص هاد قطعتها اها الله طالع النمو ديالو وحاويت نحيله الريش ولكن إلا كانت في النمو إيجاد في المرتبة اللولة ولو في المرتبة الثانية ما غاديش نقوم بالقص ديالها كيف ما غادي تلاحظوا معنا في الجناح في الجناح هذا الجناح الأيصر وهنتلاحظوا معنا في الجناح اليمين نقلبه دابا الفرخ هاوا عاب شوية نقلبه دايما البروكي يعني لك أنك يخاف شوية ولا دايما يتغطى بواحد المنديل ويكون غلا يضل إخوان باش ما يشوفناش وما يعرفش أنك قمت بالقص ديال الريش دياله باش ما ياخدش منك واحد من طيبع ماشي تلتم مالي ما يعجبكش كيما تلاحظوا معنا كيما تلاحظوا معنا الإخوان هات جوجد ريشتها هما لي الله بقي ما اكتملش النمو ديالهم هادو 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 يعني هادو ما جوجد ريشات رئيسيين يعني باش طائر تائلة بغي يطير واحد الماسفة قصيرة ما بين متر حتى المترين ما يوقع لوالو ما يتصدمش في الأرض هادو كي عاونه يعني هادو بقي ما يكمل النمو ديالهم دا با غادي نقوموا بالقص ديال الريشات الاخرين واحدة هاجوش يعني هاجوش دابا التالتة دابا الرابعة الخامسة شوفوا المنطقة اللي كان قطعه من الريش بحضوا معنا ما بين تمنيات الريشات ولا اسبعات الريشات على حسب الحجم ديال الجناح او للحجم ديال الريشة نتمنى يعجبكم هاد الفيديو على الاخوان وما تبخلوش علينا ارى الخبار فراسكم